تصريح لمحافظة النجافة السيد لؤيل ياسري حول موضوع الزيارة والاعتذار من قبل المحافظة للزائرين خلين شوف هذا التصريح بعد راجعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخوتي أخواتي أبناء محافظة النجاف الأشرف الحمد لله وشكر اليوم السادس على التوالي لم تسجل محافظة النجاف الأشرف أي إصابة بوباء كورونا والحمد لله وشكر يوم أمس خرج آخر شخصين كانوا مصابين من المستشفى واليوم أصبحت النجاف خالية تماما من أي إصابة هذا لا يعني أنه النجاف انتهى الوضع بها ويكون هناك اطمئنان لا بالعكس يجب أن نعمل بجد وبقوة ونمنع حقيقة يوم أمس لاحظت تجمعات كثيرة من الزائرين اليوم اتخذنا إجراءات مشددة مشددة جدا لذلك نبعث رسالة إلى كل المحافظات العراقية إلى عزائنا بالمحافظات عدم الذهاب إلى محافظة النجاف الأشرف مطلقا هذه الأيام وإلى نهاية شهر رمضان ما راح نسمح لأي أحد يدخل فقط الجنازة والجنازة سيارة وحدة اليوم أنا بالسيطرات رجعت أكثر من سيارة مع الجنازات هذا غير صحيح لاحظت بعض الأخوة المواطنين من محافظات يراجع طبيب يعني قضية بسيطة جدا بإمكانه أيضا مراجعة الطبيب اللي موجود بمحافظته وأكم استشفيات أيضا في محافظاتهم لذلك هذه المكتسب حقيقة لتحقق تحقق بجهود الجميع جهود كل الخيرين من أبناء المحافظة أولا نبدأ من المراجع على الله مقامهم إلى كل الشخصيات الدينية إلى المؤسسات الدينية أيضا إلى المواطنين أبناء النجف حقيقة اللي كان لهم موقف مشرف وكبير جدا في كل المجالات لا أرد أن أحدد في كل المجالات أيضا دائرة صحة النجف الأبطال حاط الصد الأول في دائرة صحة النجف كذلك الأخوة بالشرطة بالدفاع المدني كل بدون استثناء العتبات المقدسة هذا جهد كبير جدا أخوان العزاء لن فرط به لذلك وجهنا اليوم بشدة الأجهزة الأمنية بعدم السماح مطلقا بالدخول وكذلك سوف نقطع الأولاية من هذا اليوم ساعة خامسة مساء تقطع بالكامل يوم أمس كان هناك تجمعات كبيرة هذه التجمعات ممصلحة نقول شخص واحد قد ينقل عدوي سبب أنه أزمة مثل ما صار بالبصرة شخص واحد بمجلس عزاء يعني سبب كارثة أيضا أنتوا جاء تلاحظون من خلال الرصد اليومي بغداد اليوم الثالث على التوالي سبب كارثة ترجمة نانسي قنقر